وقع المحظور مرة أخرى بعد تحديد موعد إعادة الفرز والعد اليدوي لصناديق الاقتراع في العراق استهداف جديد نفذ بشكل آخر وصل لصناديق الاقتراع في كاركوك هذه المرة وبحسب الرواية الرسمية فإن ثلاثة انفجارات وهجمات مسلحة استهدفت مخازين صناديق الاقتراع في كاركوك أدت إلى مقتل ستة أشخاص وإصابة عشرين آخرين بينما يؤكد محافظ التأميم بالوكالة راكان سعيد لجبوري أن التفجير لم يتسبب في إلحاق أي ضرر بصناديق الاقتراع وهذه ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها صناديق اقتراع الانتخابات البرلمانية التي جرت في الثاني عشر من أيار الماضي حيث أتى حريق كبير على أكبر مخازن صناديق الاقتراع الواقعة في الرصافة ببغداد والتي تمثل نحو ستين بالمئة من أصوات الناخبين استهدافنا تبرته الجبهة التركمانية امتدادا لحريق الرصافة هدفه إعاقة عملية الفرز والعد اليدوي مؤكدة أنه جاء نتيجة تخوف من وصفتهم بالخاسرين من كشف عمليات التزوير وهي حيثية يقول عادل نوري رئيس لجنة تقصي الحقائق البرلمانية إنها باتت قاب قوسين أو أدنى وستقود إلى إلغاء نتائج الانتخابات بشكل كامل في وقت يؤكد عضو مجلس مفوضية الانتخابات المستقيل سعيد كاكائي أن إعلان النتائج كان خطأا متعمدا وجريمة انتخابية في ظل الفارق الكبير بين النسب المعلنة وعدد النسخ الألكترونية للنتائج غير المسلمة أصلا تصريحات تزيد اشتعال الساحة السياسية المتهبة أصلا في العراق مع دخول البلاد في فراغ دستوري مع انتهاء عمر البرلمان وفشل أعضائه المرتة للأخرى في تمديد عمله وهما يعني بحسب مراقبين فشله في إرغام مفوضية الانتخابات على إعادة الفرز والعد اليدوي بشكل كامل للأصوات في كل العراق ويطرح معه جدلية أخرى بشأن الحكومة الحالية وما يسمى غطاءها الدستورية والقانوني تزامنا مع ظهور تحالفات سياسية لتشكيل الحكومة المقبلة كحل ترقيعيا آخر يغطي على ما يجري ويزيد اشتعال الحرائق والعنف في العراق